السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقترحت على المتابعين في اليوتيوب سوف اقوم بعمل مسابقة للفوس بصفحة عدد معجبها 35 الف متابع وايضا بموقع خاص بها في نفس المجال بضومين وايضا مرتبط بحساب والحمد لله الناس كان عليها واحد الاقبال في هذا المسابقة وطلبوا مني ان اقوم بعمل لهم المسابقة وهذا ما سوف افعل الان سوف اقوم بعمل لكم مسابقة للفوس بضومين او موقع بضومين قابل لتحقيق الدخف للبات الريح من الانترنت مع صفحة خاصة به في مجال مخصص. الصفحة كما تلاحظون هي هذه 35 الف خاصة بالصحة فيها تفاعلات خاصة بها مهم شيء قليل ولكن المهم على ايين صفحة يعني خاصة بالمحتوى الذي سوف تعمل عليه. بالنسبة للموقع كذلك كما تلاحظون في اعلانات ادسنس وموقع يعني اه خاص بالصحة وتم مشاركة الرابط في عادة كبير منتديات وايضا في اليوتيوب ووالى اخره يعني اذا اشتغلت على هذا الموقع يعني يتحدث عن الصحة كل شيء خاص بالصحة والجمال فهو مهم محتوى رائح تايلك اذا كانت لديك قناة وتأتي يعني اه تجلب لها ترافيك من القناة الى هذا الموقع فسوف يكون جيد. فالمهم على ايين الصفحة والموقع ولكن هناك شروط ولكن قبل ان اعلن على هذه الشروط فهذه هي صفحة الفيسبوك. لا اريد ان ادخلها في اه هذا القانون اه من اجل الاعجاب وعمل لكم المسابقة في الصفحة بالضبط. واجل فيها عدد كبير المعجبين ولكن اذا كنت مهتم بكل ما يخص اليوتيوب والريح من الانترنت والمواقع وكل ما يخص التقنيات والمعلوميات ومشاركة اليوم يوح تلبثت مباشر للاجابة على الاسئلة فهي الصفحة الخاصة بهيشام العروجي لغوجي شام. مرحبا بك. سوف اضع لك القناة في اسفل هذا الصفحة في اسفل هذا الفيديو. فيشرفني متابعتك في الصفحة الفيسبوك. اما شروط المسابقة فهي فقط ان تكون مشترك في القناة. اشترك بحسابك وليس بشيء وهمي. تمام? يعني حساب خاص بك. تمام? في اليوتيوب. لا تضع عدد كبير من حسابات سوف يظهر لي بانها تم انشاؤها او انا غير متفاعلة او انا غير تشتغل. فلن اقوم بالموافقة. اذا اشترك بحسابك الشخصي. تمام? ثم اه قم بعمل اعجاب. وايضا ترك تعليقا واحدا. اذا تركت تعليقين 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 سوف يتم اقصائك. يعني لو كنت انت الفائز سوف يتم اقصائك. اذا ان تكون مشترك في القناة لان ذلك الموقع الذي سوف يسحب لا بد ان يسحب من الناس المشتركين. اذا هذا هو الشرط. تمام? والشرط التاني ان تترك تعليقا واحدا واعجابا في الفيديو. واعلم برك الله فيك ان هذه الصفحة وان هذا الموقع من الامكان ان اقدمه لشخص واحد اعرف هم المقربين. وما اكثرهم. ولكن ماذا انتم مشتركين واعتبر المقربين مثل المشتركين يعني شيء عادي. فسوف اقوم بمشاركتها معكم. واذا فاز واحد فيكم. ارا كأنكم فزتم. واذا خسر فيكم شخص فقدر الله ما شاء فعل لا ينزعل. فالامور يعني سوف تأتي ان شاء الله بعد المسابقة الاخرية. ولكن مهم على ايين الله يسخر. وغالبا بعد سبعة ايام او تمنة ايام سوف اعلن على الفائز ان شاء الله بحول الله. وبالتوفيق وكنتم معي شام هاشم. واذا اعجبك طبعا الفيديو لا تنسى الاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.